اليوم رح ناخد الفحوصات البول نشوف كيف نقرأه يعني رح نبلش ان شاء الله والبقية ممكن يجو بعد سالك ممكن تبعتي بس الملف اللي رفتش رحيه لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص 11 و11 يعني وقت كافي لانه لو في حدا بده يدخل كان دخل رح نبدأ اخذنا المحاضر والفاتت صورة الدم اليوم رح ناخد فحوصات البول يعني فحوصات البول في اربع انواع لفحوصات البول بشكل عام يعني في انه يعني الفحوصات الفيزيائية اللي هي الفحوصات المتعلقة بفحص الشكل او طبيعة المادة او طبيعة البول ذات نفسه شكله لونه مظهره مظهره اذا كان يعني رائق او في شوائب او 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 كل شيء المتعلقات بالشكل الخارجي او بطبيعته تسمى فيزيكال اكزامناشن النوع التاني هو الفحوصات الكيميائية الفحوصات الكيميائية هي يشوفوا طبيعة التفاعلات البتم داخل البول مع اضافة مواد كتالايزيس يعني اضافة مواد تانية او اضافة مواد لاجراء التست نشوف نواتج التفاعل شو بيصير يعني النتج من التفاعل كذا ينتج عنه كذا مثلا اذا كان البول حمضي لما نحطه على الشريط لقياس الحمضية يكون حمضي هذي كل اي شيء يتعلق بالروابط وتفكيك روابط وتفكيك روابط جديدة او ظهور مادة جديدة يسمى كيميكال اكزامناشن كل ما يتعلق بالتفاعلات الكيميائية عندنا المايكروسكوبيك اكزامناشن ودي لما نيجي نشوف الخلايا جو خلايا البول شو فيها من جوة اذا ظهر في البول مثلا لا قدر الله red blood cells او حكينا عن red blood cells اللي هي كريات الدم الحمرة نشوف كريات الدم الحمرة دي يعني ايش مكونات ناتجة عن التهاب ولا لا ناتجة عن جرح فقط فجأت على مجرى البول اي شيء يتم تحت المايكروسكوب لرؤية الخلايا ورؤية مكونات الأنسجة يسمى مايكروسكوبيكال يعني هو under microscope تحت المجهر الفحوصات المجهرية آخر شيء نمر أربع عندنا المايكرو biological examination المايكرو من جسيمات سقيرة biological جسيمات السقيرة الحيوية أو يسمى يعني المايكرو بايولوجي علم الأحياء الدقيقة كل الأحياء الدقيقة اللي موجودة في البول نشوفها إذا كان في بكتيريا في فيروس ما بعرف في تفيل كل اسمه أحياء دقيقة مايكرو بايولوجيكل مايكرو بايولوجي هو علم الأحياء الدقيقة وهنا فحوصات الأحياء الدقيقة إذن للبول أربع فحوصات معتمدة الأول الفحص الفيزيائي physical examination نمر اثنين chemical examination نمر ثلاثة المايكروسكوبيكال examination اللي هو الفحوصات المجهرية نمر أربعة فحوصات الأحياء الدقيقة المايكرو بايولوجيكال examination طيب أول شي لما نجي نفحص أي عينة بول لازم أنه يكون في نجمع العينة وجود العينة ذات نفسها وجود العينة يكتمع عن طرق كتيرة وهنا أنا رح أشرحه بشكل مبسط يعني مثلا لناس اللي بيدرسوا تمريض ممكن يكونوا مسؤولين عن فحص العينة البول فلازم يدرسوه بالتفاصيل الكيفية وكيفية أخذ العينة ومتى ومتى هذا مختصين في ناس المايكرو اللي هم ناس التحاليل كمان الطبية وناس اللابراتوريس التحاليلة الطبية واللي بيشتغلوا في اللاب اسمهم لابراتوريس يعني اللي بيشتغل داخل اللاب أو التمريض فهدولا مسؤولين تماما من كل التفاصيل إحنا مو ملزمين إننا نعرف التفاصيل بتاعة أخذ العينة وكيفية إجراءة التحليل إحنا مسؤولين عن قراءة كيف نقرأ نتائج فحص البول ونتمكن من قراءة النتيجة لابد من نعرف مكونات الفحص ونفهمها فهذه أقلبية السرد اليوم رح يكون هو كمعرفة أو مقدمة لأنه كيف نقرأ الكونثبت أو المفهوم اللي بدي تفهموه كيف تقرأ فحص الدم البول سوري عندنا اليورين إذ كولكتت أوفر بريود أوف 24 أورس في مجموعة من الفحصات بتتم إنه ياخدوا عينة البول بعد 24 ساعة كله 24 ساعة يعني كله 24 كله صباح بيتم أخذ عينة البول مثلاً دي طريقة بيخطوه أبزيرف التولين كولوفرون هذي الميسود كيف إنه يحطوا عليه شو مشان يطلع فحص البول هذي كلها الميسود الميسود مو مزئوليتنا هنا نموزج لتحليل البول لما ينجي ناخد فحص البول في المستشفى لازم نعرف إنه إحنا بدنا نجري عليه فحص فيزيكال أو كيميكال أو مايكروسكوبيكال أو قلنا فيزيكال كيميكال مايكروسكوبيكال ونمر أربعة كان نمر أربعة شو يا بنان الفحصات الفيزيائية والكيميائية والميجهارية الميكروسكوبيكال والأخيرة الميكرو مايكرو مايكروكولوجيكال اكزامينيشن أو الأحياء الدقيقة هنا ثلاثة ما ذكر التالت دمنا الموزج لتحليل البول في المستشفى أنه يعني رح ياخدوا يجمعوا البول يعملوا عليه ثلاثة فحصات الفحصات الطبيعية أو الفيزيائية والكيميائية وكمان يشوفوا إذا في شي تحت المجهر يعني يتم إجراء فحص تحت المجهر في الميكرو بايولوجيكال أي وفي الميكرو بايولوجيكال دائما بالضبط الميكرو بايولوجيكال دائما يأتي بعد ما أنه يعمل فحص الميكرو يعني بعد إذا مثلا لاحظ وجود بكتيريا ولاحظ وجود فيروس وجود إجسام غريب يعملوا ليها الميكرو عشان نحدد أي نوع من أنواع البكتيريا كله راح نشرحه إن شاء الله. الورين اناليسيس. الفيزيكال اكزاميناشن. الفيزيكال اكزاميناشن احنا بنجي بنشوف الكالر. هو الكالر. نمر اتنين هنا فيه. اهو. الفيزيكال اكزاميناشن اول شي نمر واحد الفوليوم الحجم. الحجم بنشوف إنه النورمال يورين فوليوم من ستمية لألفين مليمتر يعني من ستمية مليجرام لغاية اثنين لتر. ده باليوم ده الطبيعي لأي انسان في الحجم في اليوم. في مرات إذا بدنا نفحص الفوليوم فبنخلي إنه المريض يكون يتبول على براميتر أو على شيء ممكن نجيس نجيس في يعني أي إناء مدرج. يعني مدرج لماذا؟ ممكن عن طريق القسطرة توقع ممكن بعض العمليات. ممكن القسطرة بتقع ببول أول بأول. صح صح. القسطرة هي يعني وعاة كمان مدرج محسوب. أي شيء في محسوب. نحسب كمية البول الناتجة في 24 ساعة. في بعض الأحيان ما بيكون مريض عنده قسطرة. بيكون قاعد بالبيت. بس بيعطوه شيء يشوف فيه. يعني بعد كل مرة يتبول لازم يقرأ إنه الحجم كان كم ويسجله. مثلاً بيكون مرضى الكلا غالباً إنهم بيعملوا هذا الشيء. بيحتاجوا لفحص الفوليوم. فحص الحجم. بس مشان نشوف الحجم. الحجم طبيعي ولا لا. فيه نقصان في الحجم البول. أو فيه زيادة في حجم البول. ولأي واحد منهم عنده مؤشر. يعني مثلاً اليورين فوليوم إنكريز البوليوريا. بوليوريا يعني التبول زائد. إذ فلوين كونديشن هو حالة بتنتج عن في فيزيولوجيكال مشاكل فيسيولوجية أو الفيسيولوجية اللي هي ما بعرف يعني في الوظيفة مشاكل في وظيفة الجسم. إنكريز الفلويد انتيك يا إما. إنه الفلويد انتيك هو بياخد فلويد أكتر من اللازم. وبالتالي أكيد الجسم رح يتخلص من السوائل الزائدة بالبول. ما عنده حال يعني. أو إنه بياخد ديورتك. إذا كان فيه شخص بياخد مدرات البول أو مدرات البول. أكيد رح يكون حجم البول أكتر. تمام؟ أو أسباب مرضية. يعني مثلا عندنا في مرض السكر. مرض السكر طيب ون وطيب تو. النوعين من مرض السكر يتبول المريض أكتر من العادي أو أكتر من النورمان. يعني إذا كان إحنا بندخل الحمام مثلا كل ساعتين هو ممكن يكون بعد كل أربعين دقيقة أو بعد كل نص ساعة هو بيدخل على الحمام. لذلك هو يعني حجم البول بيحدد لنا وجود أمراض أو وجود إنه في خلل يعني في الوظيفة إنه أخد كمية زائدة من السوائل أو ياخد ديورتك. أكيد رح يروح يعني على الحمام كثير أو مريض بالسكري أو عنده مشاكل في الرينا الفيريار. في مريض السكر الكاذب. الديبيتس الديبيتس انسابتس. الديبيتس انسابتس يعني ما أعتقد إنه مشهور والناس تعرفه. اللي هو يقول لك اسمه بالعربي أو معروف عنه إنه السكر الكاذب. هو ما سكر للوجود خلل في البيتاسيل أو للتحويل الجلوكوجين. الجلوكوز أو أو أو. لا لا أبدا. الخلل بسيط. إنه الخلل في بيكون في هرمون الـ ADH. هو الهرمون اللي يتسبب في إرجاع الماء أو في ضبط كمية سوائل الجسم. اسمه الـ ADH. هذا هرمون موجود في الكلة أو الغدة الكلوية الفوق الكلوية. مسؤول عن محافظة على حجم الحجم السوائل في الجسم. يعني إنه السوائل كلها بتروح على الكلة. كل السوائل اللي في الجسم. بتروح بتمر على الكلة. بتتصفى وفيه جزء بيرجع. لما يرجع على الجسم مرة أخرى المسؤول عن إرجاع السوائل للجسم. والمحافظة على بيئة للجسم هو هرمون اسمه الـ ADH. في حالة نقصان الـ ADH. بيكون الناتج مرض يسمى السكر الكاذب. دايبيتس انسابتس. سمعت الهرمون. الهرمون مسؤول عن المحافظة على كمية السوائل الف الجسم في النورم الرينج. لأنه الجسم. طب إلو سبب معين مثلا. خلل فيه الهرمون. بس. بس خلل بالهرمون. يعني ما فيشي مثلا العلاقة بالأكل أو. لا لا لا. لا حتى إنه مرض نادر جدا. لأنه بيكون دايما المريض مصاب بالجفاف. لأنه بيطلع كمية من السوائل أكتر من اللازم. فجسم الإنسان بيكون فيه جفاف. ومشكلة الجفاف من أكبر المشاكل اللي بتواجه الإنسان في حياته. الجفاف يؤدي إلى الموت. لأنه الجسم الإنسان كل العمليات الانتقالية بالماء. بالسوائل موجود فيه ماء. فتبادل المواد داخل الجسم بالماء. فعدم وجود كمية كافية من الماء. الخلية ذات نفسها. يحصل لها انكماش. ومن ثم تموت. وموت الخلية خلاص. موت العضو. موت العضو. موت الإنسان. لذلك كأنه المرض بيظهر في الأطفال غالبا. لأنه اكتمال الهرمون بيكتمل في مرحلة الطفولة. يعني الأطفال وهم صغار بيكونوا التبول عندهم أكتر. بيأخذوا. أو جسمهم كله سوائل. وبيطلعوا سوائل كتير. بعد شوي 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 شوي. بينضبط. بينضبط حتى. فوجود نقص في الهرمون الـ ADH. أو خلل في عمله. ممكن يكون موجود في الجسم بس. في خلل في عمله. يعني ما بيقدر يكون فعال أو يعمل أو نشط. يؤدي في النهاية إلى خروج المياه من الجسم أو خروج السوائل من الجسم بكميات. أكتر من الطبيعي. أكتر من المعدل الطبيعي. مما يؤدي إلى فقدان الجسم للترطيب. أو الديهايدريشن. فقدان السوائل. فقدان السوائل يؤدي إلى الموت. أو المهم إحنا جبنا عرضا يعني. إنه من الأسباب الممكن تكون مرضية. وجود مرض السكر أو مرض السكر الكاذب. اللي هو نقص في هرمون الـ ADH. أو كرونيك رينال ديزيز. الكرونيك رينال فيلير اللي هما فشل الكلة أو الفشل الكلوي المزمن. في فشل الكلوي حاد وفي فشل الكلوي مزمن. الفشل الكلوي الحاد هو اللي بيجي بيكون يعني أسبابه إما الإصابة بمرض في الكلة أدى إلى فشلها. لكن في مدة زمنية أقل من ستة شهور. أو بعد حادث أو تعرض لحادث مثلا لا قدر الله. يعني حادث حركي أو سكينة دخلت على الكلة. شيء أو شيء ممرض يعني. التهاب حاد أصاب الكلة. وفي تاني نوع تاني اسمه الفشل الكلوي المزمن. الفشل الكلوي المزمن هو فشل الكلوي عبر سنين. يعني يبدأ في فقدان. تبدأ الكلة في فقدان وظيفتها. ولكن لمدة زمنية طويلة عبر مدة ممكن تستمر إلى خمستاشر سنة. يعني في الأول تفقد مثلا نسبة عشرين في المية. بعد شوية تفقد نسبة أربعين. بعد شوية خمسين. وعنده مراحل. عنده خمسة مراحل. الخمسة مراحل لإكتمال الفشل الكلوي المزمن قد تستقرق عشرين سنة أو خمستاشر سنة أو عشر سنين. يسمى مزمن. لأنه ياخد وقت أطول. كروني كرين الفيلير. فممكن يكون زيادة البوليورية. زيادة في حجم الدم. ناتجة عن هذه الأسباب. تعني عندنا نقصان حجم الدم. الورين فوليوم ديكريز. أصدق حجم البول صح؟ مهم. شو؟ ما سمعتك؟ معلش. أم بقول أصدق حجم البول انت عم تقولي نقصان حجم الدم. بض. سوري. حجم البول. احنا متكلم عن البول. نقصان في حجم البول. النقصان في حجم البول يسمو الأوليكويوريا أو أنيوريا. الأوليكويوريا إنه نقصان في حجم البول. الأنيوريا هو عدم وجود البول من أصله. يعني انقطاع. احتباس البول يعني. او احتباس. او انقطاع قد يكون غير احتباس. احتباس هو وجود موجود ولكن محبوس. لكن في بعض الأحياء ما بيكون موجود مثلا. يعني ما بتكون أصلا. ما بتكون أصلا البول. ما بتكون. تفتكري ممكن في أي حالات يعني ممكن إنه ما يتكون البول. ما هو البول بيطلع كل العملية الاليمينيشن أو الاطراح بيتم عبر الكلا عن طريق البول. فإذا لم يعني. فشل كلوي أكيد. فشل كلوي قسيل الكلوي. مرضى قسيل الكلة لأنه بيتم عمل غسيل. فما بيحتاج. هم كل الاطراح بيتم عن طريق المكينة. ما بيتم عن طريق الكلة. فبيكون عندهم انقطاع. الله يعافيهم يا رب. الديهايدريشن. مثلا النقصان في حجم البول. إذا إحنا كان في جفاف في ديهايدريشن أو في نقص في أخذ كميات مناسبة للسوائل. فممكن يكون أو فقد فقدان السوائل. يكون في أكيد نقص في حجم البول. الأكيوت رينال فالليير هي الأكيوت. فشل الكلة الحاد. هنا كان زيادة في فشل الكلة. الزيادة بيكون في فشل الكلوي المزمين هنا. الفشل الكلوي الحاد. النوع التاني من فشل الكلة. الأول كرونيك يعني المزمن هو اللي بيزيد حجم البول وال الحاد. يعني بيوقف بنقص حجم البول عندنا هو قفل يعني قفل لوجود مادة مثلا مثل الحصاوي قفل لتكوين مثلا جلطات في الحالب في قفل في مجرى البول في شيء يقفل مجرى البول عامل قفل يعني إذا كان في قفل في مثلا حصوة قفل مجرى البول أكيد السوائل ما رح تعدي أو البول ما رح يعدي لمكان اللي يخرج منه يعني إذا مثلا قلنا إنه في حاضل كلا في قفل في الوصلة اللي بتودي إلى الحالب فأكيد ما رح يوصل البول للحالب ليعدي أو ليعدي للمسانة في قفل من الحالب للمسانة أكيد ما رح يعدي مشان ينزل فهذه أسباب الأوليغويوريا أو ديكوريز في حجم البول أسباب الجفاف الديهايدريشن مرض فشل الكلاء الحاد أو الفشل الكلاء الحاد أو وجود قفل في مجرى البول أوبستركشن هنا هي معلش السلايدس ما مرتبة أنا حاول إنه تكون مرتبة قلنا أهي الـ Volume الـ Specific Graphity الـ Aspect الـ Color الـ Deposit الـ Reactions بـ H كلها رح نشوفها خلصنا موضوع إنه الـ Volume رح نشوف كمان الـ Color نمر نمر اثنين الـ Specific Graphity الـ Specific Graphity هي الكسافة النوعية سمعت فيها؟ لا والله الكسافة النوعية أصلا فيه كسافة لأي سائل أي سائل في الدنيا عنده كسافة فيه كسافة الماء أخف الشي هي كسافة الماء أي سائل عنده كسافة الكسافة من يعني مثل الـ Color والحجم شي في زياء طبيعي من طبيعته إنه عنده كسافة فيه سوائل كسيفة وفيه سوائل لا كسافة منخفضة خفيفة فحجم البول إنه عنده كسافة معينة ليه؟ لأن البول أصلا موجود فيه مواد أخرى غير الماء لذلك هو بيكون أتقل من الماء شوي لأ وجود يوريا وجود نيتروجين وجود بوتاسيوم وجود صود وجود كمية من يمكن الألبومين أظن كمان الروتين أحيانا بيكون فيه في حالة الحمل بالحمل في حالة وجود الزلال طبعا بس حالة وجود إنه البول طلع بروتين هو يا إما بنسبة معينة إذا كان في حمل والنسبة والنسبة النسبة أعلى هي حالة ممرضة حتى لو في الحمل وجود بروتين في البول لأنه في شي غلط يعني فالspecific gravity solute concentration يعني إنه هنا نشوف يعني إنه المواد الزائبة أصلا تركيز المواد الزائبة زي اليوريا والصوديوم والنيتروجين وكلهم ديال إنهم موجودين بنفس الحجم أو بنفس النسبة ولا بنسبة أعلى نورمال الاسباسيف gravity الطبيعي للبول إنه الكثافة النوعية عنده من 1.15 يعني 25 في حالة بتزيد زي dehydration مثلا إذا زادت إذا زادت زادت الكثافة ممكن في حالات بتزيد إنه يكون عنده إسهالات أو عنده نقصان في السوائل النقصان في السوائل من غير ما يكون في مشكلة في حجم البول يعني هو عنده جفاف بس البول طبيعي حجم البول طبيعي في النورمال أو في الحجم الطبيعي لكن عنده جفاف ممكن يكون الأسباب بالإسهالات غالبا إسهال يعني إسهال إسهال طبيعي يعني ولا مزمن ولا نوبات إسهال مثلا عدت يومين شيء ملخبط بالبطل فالإنسان بحس إنه تعبان منهك يعني حلقه ناشف بس ما في مشكلة في حجم البول دي لما يقيس البول في الوقت ده بيكون في الكثافة النوعية نازلة شوي طيب أقل من 1.15 الدايبيتس ملتس أو مرض السكر مرض السكر ويذ بوليوريا عندهم زيادة في حجم البول بيكون عندهم الكثافة نوعية كثافة البول بتكون منخفضة الأكيو ترين الفيلير مرض الكلا فشل الكلا الحاد مع وجود اللي هو نقصان في حجم البول بيكون برضو في نقصان وانخفاض في الكثافة النوعية للبول زيادة 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 في الأكيو في الأكيو رين الفيلير في مرض الكلا الحاد أو الفشل الكلا الحاد بنان الزن زيادة زيادة في مرض لا الكثافة النوعية في السكر في الكثافة النوعية في الكثافة النوعية إذا عملنا عصير عصير سيئنه عصير تانك تعرفيه صح دوبنا البدرة في حجم كباية صغيرة معلقة في كباية صغيرة معلقة في كباية كبيرة أو جك أكيد في الحجم الكبير بتكون منخفضة أو بيكون السوائل أكتر صح؟ بس في الحجم الصغير بيكون مركز أكتر وأكثف الكسافة زائدة يعني حتى اللون بيكون مختلف والحوايبات بتشوفيها يعني دلالة على أن الكسافة مرتفعة لما يكون الكسافة مخفضة في الحجم الكبير ما بتظهر بيكون خفيف ففي حالة أمراض في حالة الجفاف لعدم وجود كمية كافية من السوائل فبتكون الكثافة أكبر وكمان الكثافة أكبر في حالة السكر والكثافة أكبر في حالة الفشل الكلوي الحاد بيكون مخفض الكثافة تنخفض في حالة السكر الكاذب السكر الكاذب أشرح لك ليش كمان لأنه بيكون فيه زيادة في الإفراز للسوائل الممكن نقتي إنه الهرمون اللي بيعمل خلال في السوائل ضبط في حفظة فبضل يفرق يخلي السوائل تنطرح في البول فبتقل كثافة البول ممتاز بالضبط ممتاز 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 هذه هي specific gravity نجل نشوف الcolor أصلاً اللون اللون البول الطبيعي إنه يكون yellow pale yellow يعني yellow خفيف أو مصفر قليلاً أو مائل إلى الإصفرار the normal color للبول مائل إلى الإصفرار لكن هو مو أصفر أصفر متنم ما بنعرف اللون الأصفر ولا brown ولا orange ولا 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 دي كلها indicator لأنه في شيء في شيء في البول لكن هو pale yellow normal pale yellow أصفر خفيف أو مائل إلى الإصفرار يعني من الصبقة بتاعة البول أو البيجمنت للبول محنا بنقدر نعرف إذا في يوروبيلين أو يوروغلوبين كلهم بنشوفهم من أو ألبيومين أو red blood cells كلها بنعرفها من لون البول يعني إذا كان لون البول محمر قليلاً حنعرف إنه في وجود لخلايا دمحة مراء في البول وبعدين نشوف تحت المجحر إنه ليش لكن أول شيء بنعرفها باللون يوروبيلين اللي هو بروتين وجود بروتين ويوروبيلينوغين هو كمان البروتين أصلاً اللي بيفرز لنا اليوروبيلين فهم بروتينات زي القلب يومين بروتينات تدخل في البول الطبيعي إنه الكلة بتعملكه مصفاء مصفاء لأي شيء يعني أي شيء مر عبر الكلة المنيح يرجع تاني من سوائل ومن بروتينات ومن أي شيء يرجع للجسم مرة أخرى والشيء اللي بنسميه مخلفات أو غير محتاجين أو سموم بيتصفى ويخرج عن طريق البول لكن الكلة مثل المصفاء المصفاء عنده أخرام بحجم معين فهي بتنزل أحجام معينة لأنه إذا نزلت كانت نزلت أحجام كبيرة رح تطلع البروتين رح تطلع أشياء مهمة جدا للجسم فسبحان الله ربنا خالقها إنها مثل المصفاء ساعات في مواد مو مفروض أصلا توصل على سطح الكلة زي البروتينات أصلا هي ما بتخرجي عن طريق الكلة المفروض ما توصلي على سطح الكلة فبتوصل لخل الماء خل الماء في العبور أثناء الدورة الدموية أثناء 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 لوجود خلل في الجسم مثلا لمرض السكر مرض السكر الجلوكوز الجلوكوز هو كمان جزيء كبير فوجوده المفروض ما يصل للكل لكن يوصل بروتين البيومين لأنه بروتين فهو كبير حجمه كبير يوصل للكل يقعده على سطح الكلة ويقعده وكمان يجي اللي بعده يجي اللي بعده يجي اللي بعده يصير في ضغط على المصفاء يصير في ضغط على سطح الكلة ومنسمى هتك هتك في الكلة أو يعني مشكلة في تركيبة الكلة مشكلة في الستركشر تبع الكلة وعندما يهتك يقوم ينزل البيومين ينزل في حالة مثلا مرض السكر أو في حالة مرض الزلال ينزل فنزوله دلالة على أنه الخرم صار أوسع كبر مطبيعي صارت الكلة تنزل بروتينات لوجود البروتينات على سطحها بكميات أكبر هنا نعرف أنه في بروتين في البول في مشكلة في الزلال في مشكلة في السكر ولذلك ده سبب أساسي في أنه أغلبية مرض السكر معرضين بنسبة 70% للفشل الكلوي يعني السكر يؤدي إلى الفشل الكلوي من أهم الأسباب هي وجود سكر أو مرض سكر لفترات طويلة مزمنة يؤدي إلى فشل الكلوي في النهاية إذا كان الشخص غير محافظ لأنه وجود جلوكوز كتير يصل للكلة ومن ثم يعمل على هاتك الكلة وتغيير في تركيبتها مما يؤدي إلى يعني خلل فيه النسيج الكلوي نفسها والكلة سبحان الله هي مصفة مكومة شيء اسمه نيفرون النيفرون لا يتجدد يعني الشيء الموجود خلاص موجود ما بيتجدد مرة ثانية مثل الأعصاب خلايا قير متجددة اللي بيبوز بيبوز خلاص فهمتيها آه مفهم تمام يعني مثلا يكون ما عنده لون colorless ما في لون بول أبيض آه أورنج برتقالي green yellow يعني أخضر آه أصفر مخضر أصفر مخضر شوي red أو يكون أسود أو smokey smokey كأنه دخاني دخاني يعني يعني على الرمادي بيكون لها آه ألوان قير طبيعية للبول طيب الـ color أنا رح رتب الـ slides مرة ثانية ورجع بعضها الـ color continued continued يعني تكملة الـ red urine طيب نشوف إذا كان الدم لونه أحمر هذا يدل على أنه في بلد أو هيموغلوبين أو RPCs يعني إما يكون في هيموغلوبين أو خلية كاملة هيموغلوبين مع خليته الـ RPCs كلها دي يكون هنا الـ red لونه أحمر أو الـ urine لونه أحمر اسمه red urine الـ black urine في شيء إثمه mythoglobulين كمان بروتين في حالة وجود الميثoglobulين يكون الـ red لونه أسود الـ urine لونه أسود سوري البول أسود اللون الـ homogenetic acids الكاب تيوريا الكاب تيوريا طيب في أنواع من أنواع الأحماض يعني بتأدي إلى شيء اسمه الـ alkaline urea أو إنه البول يكون غلوي جدا alkaline urea الكاب يكون في alkaline وبروتين في البول دي في حالة دي بيكون في لون black في الـ urine شوية black malignant malaria يعني لما يكون في ملاريا حادة أو ملاريا انتشرت في جميع الجسم لأن نقول الملاريا بتجي عن طريق plathmodium اللي هو tophile فيؤدي إلى أنه البول يكون شوي مسود دي لأنه الحمى الحمى بتعمل أصلا على تكسير خلايا الدم الحمراء وتكسير في تكسير في تكسير في تكسير بيصير حمرة الدم طلعت كلها على مجرد الدم وأصبحت كمان سوداء يعني الهيموغلوبين فقد لونه أو أصبح مؤكسد فأدى إلى اللون الأسود الميلانين يعني الميلانوميا الميلانين زيادة الميلانين في الجسم سمعت على سبقة الميلانين هي المسؤولة عن أنه لون البشرة ولون البشرة ولون الشعر وهي يعني هي كمان بروتين يعني أو شبه هرمون صغير فالميلانوميا يعني لما يكون مفرطة أو زيادة و يكون في مشكلة فيها في إنتاجها في الجسم بفرط أو وكمان ما محددة ما بتروح على المكان المفروض تشتغل عليه وبزيادة 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 يؤدي إلى تلون في البول وتلون على الأسنان وتلون في الجلد بالصبقة السوداء بس الصبقة السوداء لما تكون في ميلانوميا ما بتكون يعني كلها بنفس الدرجة مثل ما فينا سبلاك يعني بس لونهم بيكون كل واحد ده طبيعي إنها شغالة على سطح الجلد بشكل طبيعي لكن في حالة المرض ميلانوميا يعني بيكون في تبقع البهاق يعني لا البهاق في خلل كمان في نقص 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 السيادة إنه يكون في بقع السوداء العكس يعني العكس هو البهاق نقص فعلا طيب الاسموكي يورين بيكون موجود اللي وجود يعني بينتج اللي وجود إنه في RPCs في خلايا الدم حمراء في الدم مثلا لما يكون في مشكلة في أكيوت الكلوميولول نيفرايتس الكل EE تتكون من شي اسمه الكلوميوراي 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 هو المكان السطح المصفى اللي قال cops Assam الكلوميوراي الكلوميوراي لما يكون في مشكلة في في سطح الكلى أو سطح على السطح الكلاسطح النيفرونات اسمه مرض اسمه الجليوميورو نيفرايتس نيفرون نيفرايتس بيكون فيه كمان الاسمه كيورين ودايما الاسمه كيورين بيكون كمان كأنه فيه فقاق يعني فيه يعني نحسي فقاقع كمان أو شي مثل هيك بيكون جانا معكر يعني معكر على على دخاني يعني لونه ولا هو أسود شي يعني رمادي رمادي هيك ومو كمان رمادي وبس يعني في كله متساوي لا كأنه فيه سحب كلها تقريبا خلصنا الـ نجي الأبيرانس الشكل الخارج دايما إنه الشكل الخارجي للبول بيكون كلير صافي ترانسفيرانت يعني شفاف ممكن نشوف من عبره من خطاتي عينة بول ممكن تشوفي من وراها لكن إذا كانت مثلا كلاودي كلاودي يورين حكينا عنه إنه مثل السحب في حالة إنه نشوف بول متسحب أو فيه سحب بالبول بيكون شكله عكران متعكر مش مصافي ما كلير ده وجود لإنه فيه شي أبنورمال الأبنورمال ممكن يكون خلايا بيضاء خلايا دم بيضاء خلايا دم حمراء خلايا كريستالس يعني حصاوي بكتيريا كله طيب فيه نقطة إنه مرات بيكون البول إذا يتخزن ويتوجد بدون بريزيرفاتي فإحنا لازم نخلي في البول ده مسؤول منه مثل ما ذكرت ببداية المحاضرة إنه ناس النيرسينج هم مسؤولين عن إنه كيف يأخدوا يجمعوا العينة وكيف يحافظوا عليها وين يخطوها ويحطوها كيف إذا يتوجد خارجيا من قير ما إنه يكون في مواط حافظة بريزيرفاتي يعني كمان ما حطوه على التلاج أو مكان إنه ما في إصابة بالبكتيريا يمنع دخول بكتيريا أو فيروس ما بيه إنه الكالر يكون كلاودي إنه يصبح الكالر كلاودي لما يصبح الكالر كلاودي لأنه في بكتيريا أصلا دخلت بالبول البكتيريا مو من جسم الإنسان ولكن خارجيا دخلت في العين بكتيريا تصبح عينة فاسدة أصلا الأدر الإسميل الرائحة دي كلها في الفيزيكال الأدر الأدر نورمال يورين أدر بيكون إنه نورمال أو فريش يعني بيكون من يعني أفويد يورين سامبول ذا نورمال أدر أو فريش يعني عادي نورمال في البول له رائحة مميزة رائحة نفاذة مميزة معروفة أي تقيير في هذه الرائحة ده دلال على إنه في شي ممزبوط ودي من الفحوصات الفيزيائية يعني ساعات من أخذ العينة مثلا تقدر تحدد إنه مريض سكر عنده ارتفاع حاد بالسكر لأنه في رائحات مثلا فواكي عندنا زي الفروتي رائحة الفواكي due to the presence of acetone وجود acetone في الجسم in the urine as in diabetic keto acidosis المرض السكر القير محافظين أو الdiabetes uncontrolled بيكون يكون أخذهم بكميات عالية من السكريات يؤدي لتكوين شي اسمه acetone acetone هو وجود ketone ketone في الدم الكيتون له رائحة مميزة واللي هي رائحة الفواكه ومن ثم رائحة الفواكه في البول دلالة على الكيتو سايتوزيز هو وجود الأسيتون تسمعي كتير راح وفحص لأسيتون عنده ثلاث صلايب راح وفحص لأ عنده صليب ما بعرف هيك يعني الفروتي تدل على وجود الأسيتون في البول الأمونيا الأمونيا اللي هي رائحة مثل رائحة النشادر رائحة مميزة جدا ونفازة جدا وبتدخل يعني يعني رائحة قوية جدا اللي هي رائحة النشادر لأنه الأمونيا تكوّم من النايتروجين مع الهيدروجين NH4 دلالة لوجود الأمونيا إنه في بكتيريا أو إنه كمان البول أصبح يعني مثل ما قلنا قبل شوي من غرب الريزيرفتي فأعدت في بكتيريا وتكاثرت وأنتجت الأمونيا لأن الأمونيا دائما هي من إفرازات البكتيريا أو لونجستاندين إكس سيبوز يورين سامبول في يورين سامبول قعدت فترة طويلة أو في بكتيريا في التهاب بكتيري حاد حاد جدا وإذا كان الالتهاب بكتيري حاد حاد يعني الوصل لأنه رائحة الأمونيا دلالة على وجود التهابات بمجرى البول حاد جدا دي الأمونيا أدر أو الرائحة طيب الديبوزيتس هو مكونات جوا في شي في رواسب ولا لا نورمال اليورين أفويد ما فيه أصلا يكون كلير لكن في حالة الديبوزيتس فيه رواسب معناته إنه في كريستال ولا أملاح أو خلايا إما فيه كريستال يعني حصاوي أو أملاح أو خلايا دي بالنسبة للديبوزيتس يعني هاي تكون فيه هيكل الجزائقات بتعمبينها يعني رواسب تحت يعني بعد تاخد العينها ويكون فيه رواسب فيه شي راسب تحت طبيعيا ما مفروض يكون ما فيه رواسب يعني شي متجانيس واحد دائبة لكن دي إنه النورمال الكميكال examination طيب أصلا النورمال كونستيوانس أو مكونات البول بيكون فيه صوديوم بيكون فيه بوتاسيوم بيكون فيه كلورايتس بي دي كلها جيف فيه inorganic solids وفيه الorganic الorganic الصوديوم البوتاسيوم الكلورايت smaller amount of calcium magnesium sulfate phosphate وكمان فيه trace أثار للآيون شوي وفيه zinc وفيه كوبر اللي هو نحاس وكمان فيه iodين دي كلها من المكونات الorganic non-protein nitrogen يعني هو فيه أشياء زي الamino acids زي الامون وزي اليوريا واليوريك acids والكرياتين والكرياتين في كرياتين وفي كرياتين الكرياتين يكون كرياتين الorganic acids زي اللاكتك acids والسيتريك acids والأوكزيك acids والكيتون البوتس فيه أمان دي كلها دي الحاجات بتوجد ذائبة في البول بيكون فيه تقريبا زي 50 جرام of solids 50 جرام من المواد الصلبة زائبة في واحد وخمسة ليتر of water بردي دي الإنسان الطبيعي هو بيحتوي على organic and inorganic وsolid يعني في organic وفي inorganic وفي solids الصلids زي القنام اللي هي المعادن كل المعادن السوديوم والبوتاسيوم والكلورايد وعندنا كمان كالسيوم وماكنيزيوم وصلفيت وفوسفيت كله copper zinc نحاس أيوة أيوة حديد كله موجود iodين كله عشان كده في فحص البول بنجي لفحص وظائف الكلا بنشوف كل هذه لأنها هي مفروض الاماونت أو الكمية المناسبة للجسم إذا أخذ كفايته ترجع للجسم إذا ويطلع الباقي إذا في خلل لا بتكون طالعة بنسب أعلى تكون طالعة بنسب أعلى في البول بنشوفها عن طريق البول والبروتين non-protein وفي كمان laactic acids وكذا non-protein فينا هيتروجين بس ما ببروتين من هيتروجين يحتوي على البروتين الأمر الطبيعي إنه البول ما يكون فيه بروتين في حالة وجود بروتين في البول هذا يدل على خلل لكن في amino acids في أمونيا في يوريا في ريوريك acid في كيرياتين وفي كرياتينين وقلنا في الأملاح العضوية أو الأحماض العضوية زي اللاكتك أسيد والسيتريك أسيد والأوكذلك أسيد والكيتون اللي هو يعني هي كيتون بودي أجسام لكن تعتبر أجسام عضوية موجودة طيب الشكر السكر هو موجود في شكر موجود في البول بس إنه الطبيعي ما بيكون أكتر من واحد جرام of sugar إنه يوجد في البول في اليوم أكتر من كده detectك إنه في مشكلة indicator لإنه في مشكلة في السكر sugar cannot be detected by ordinary test إحنا ما في test نعرف كم عدد السكر بالضبط لكن إحنا بنشوف إنه في سكر أولا بعضين في فحوصات أعلى للسكر التراكمي نوزنه على مدى ثلاث شهور أو على مدى شهر كامل مو يوم لنتأكد إنه السكر في البول لكن مثلا قبل الوجبة شي وبعد الوجبة شي هيك يعني very small amount of glucose not exceeding that 150 ما زيادة يعني كميات بسيطة من الجلوكوز ما بتزيد عن 150 ملي جرام اللي هي يعني تقريبا 150 ملي جرام بسيطة جدا أقل من الجرام بكثير يعني أقل 150 بس are normally executed per day يعني دي بتقدر عليها تطلع الكلة لكن لو زادت عن 150 زادت عن 150 ملي جرام يعني شي كتير بسيط 150 ملي جرام من الجلوكوز لو زاد ما بتقدر other sugars present in urine فيه كمان مثل اللاكتوز يعني فيه غير الجلوكوز فيه اللاكتوز بيكون قاعد فيه اللي هو سكر الحليب اللاكتوز بيتوجد درسته طبعا بايوكمستري صح؟ تعرفي أنواع السكريات؟ لا فيه سكر تاني غير سكر الدم عندنا الطبيعي اسمه جلوكوز فيه سكر اسمه لاكتوز اللاكتوز هو سكر الموجود في الحليب يعني بتسمعي أنه في طفل عنده انت عندك أطفال في طفل عنده حساسية اللاكتوز يعني لما ياخد الحليب بيرجع يرجعوا يستفرقوا بيعطوهم أنواع حليب خالية من اللاكتوز ثري لاكتوز ملك أو فورميولا تتوجد في الصيدليات سمعت بيها؟ آه بس اللاكتوز يوريا أو كير إن إنفانت لما يكون بيكون عند الأطفال لعندهم حساسيات من السكر اللاكتوز في مرحلة الإرضاع دائما موجودة يعني بيكون موجود اللاكتوز يوريا اللي هي اللي نتكلم عنها بيكون موجود عند الأطفال يعني اللي عنده حساسيات لاكتوز بتوجدي في عينة البول للطفل بيكون في لاكتوز فبمنعوه من أخذ حليب الأم لأنه غني كمان باللاكتوز طيب الكميكال إجزاميناشن ناخد إذا عندك شي ناخد إذا ما في شي نكمل باقي كتير لا إذا ما بترخص نكمل تمام بنقيس البروتين من الكميكال إجزاميناشن يعني الكميكال إجزاميناشن بتشوف إذا في بروتين في البول أو لا البروتين بتعرف بالرياكشن يعني بالتفاعل في مواد نظيف مادة معينة إذا تمت التفاعل دلالة على وجود البروتين المرض اسمه البروتين يوريا إذا في بروتين يعني بروتين يوريا بروتين 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 يوريا بروتين يوريا يعني وجود بروتين داخل البول بروتوينيوريا هي بروتينيوريا تمام الهيفي بروتينيوريا لما تكون أكبر من أربع ملي جرام في اليوم إذا كان عينة البول كانت في أربع ملي جرام يعني في اليوم الواحد أربع ملي جرام بيكون في مشكلة هيفي يعني كمية كبيرة من البروتينات تطلع عن طريق البول المودريت بتكون من واحد لأربعة المينيمال بروتينيوريا اللي هي بتكون أسقر من واحد يعني دائما بتكون عند الحوامل مثل ما قلتي وجود زلالة على البول في الحامل بتكون في المينيمال يعني ما دائما في العالي الهيفي بلالة على تهتك في نسيج الكلة ومرت يعني وجود أمرات خطيرة وتنبئ بالفشل الكلوي دي بنرجع تاني نشوفها طيب البروتين زي نورمل وين جرام قلوب يولين دي كلها نفس الشي اللي حكينا عنه ما في شي جديد بس هي دلالة على مثلا الرينال بروتينيوريا لما يكون أكتر من أربعة دلالة على سيفير مصص إكسرسايز في حالات يعني لعب إكسرسايز عالي بيكون في بروتين في البول بيكون في بروتين في البول لماذا؟ لأنه البروتين بيطلع من المسلس يعني حرق 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 وتنشيط المسلس بينتج لنا نواتج بروتينية النواتج البروتينية تكون موجودة في البول بعد تنشيط المسلس يعني إذا كان مثلا واقف المدة 6 ساعات أكيد يعني لأنه كمان هذا كمان العضلات تعبت وكمان ممكن مثلا لما يكون فيه تدريب يعني بشكل واصل قبل ما تصير فيه استشفاء عضلي يعني بصير أنه لأنه يعني ما عم تصير فيه ريكوفري للعضلات يعني يكون هذا السبب؟ حركة العضلات تنتج نواتج كمان بروتينية حركة العضلة تحريكها كتير بالهيفي يعني مثلا يلعب كل يوم رياضة لمدة شهرين ويحمل أوزان بيكون فيه حرق في المسلس ذات نفسها أو تغييرك في تركيبة مشان تكبر مشان تتحمل الضغط مشان تنتج نواتج بروتينية النواتج البروتينية من كثرتها تصهر في البول لأنه فيه heavy muscles exercise حركة المسلس عموما تكسير المسلس هو يؤدي إلى وجود البروتين لأنه مكونات المسلس أصلا بروتينية وزي ما قلتين يكون من عدم مش عدم استشفاء هي تتكسر تكسير تكسير لأنه كمان اللعب الرياضة من قرار يعني يلعب الزيادة عن اللازم عن البناء العضلي بيكون متواصل بشكل متواصل وكله تمارين مقاومة أو تمارين تكون يعني فيها تحميل زيادة على العضلات فعلا يعني ترجع ترتاح صح تبني صح ما بترجع تبني وعدم بناءها وين راحت المنتجاتها وين راحت تكسرت تكسرت صارت موجودة بالجسم فأكيد راح تروح كمنتجات يعني مخلفات على البول فوجوده أفتر لونج استاندين كمان نفس الشي الأكيود قلوم يورونيفرايتس دي قلناها الالتهاب الحاد في النيفيورايتس أو في مصفات الكلا كمان لأنه هي إذا ملتهبة جدا راح تصفي أي شي أي بروتين داخل عليها ما راح ترجعه راح يعبر والنيفروتيك سندروم نيفروتيك سندروم كمان إنه تهتك في أغشية الكلا مما يتسبب في دخول البروتينات على الكلا والمرور عبرها طبيعي إنها ما راح تمر تمسكها لكن إذا في تهتك راح تمر طيب بعد ذاك في البوست رينال بروتين يوريا اللور يورينالي ثراك انفلاميشن يعني ما بعد إنه يكون في البروتين في البول بينتج عنه التهابات مجرى البول السفلية في التهابات بتكون في الأبر في الجزء العلوي من الجهاز البولي وفي التهابات في الجزء السفلي دي إنه بتكون وجود البروتين يوريا البوست رينال يعني بعد مو كمان البروتين جاي من الكلا فقط في المجرى البولي في المجرى البولي في وجود البروتينات بشكل أكبر يا إما يكون لأنه وجود التهاب في الجزء السفلي من الجهاز البولي أو وجود تيومرس يعني أو رام أو وجود الأستونس حصاوي في المجرى السفلي أخذتنا طيب إذا أخذتوا الأنوتومي يعني أكيد مكونات الكلا عرفتوا إنه في الجولوميوراي وفي الدكت تيوبيول الدستال كوندكت تيوبيول أخذتوا صح؟ يعني في مجاري موصلات وفي الكلا ذات نفسها الكلاو ذات نفسها اللي هي ك يعني تركيبة الكيلية شكلها بشكلها الموجود مشكلة أنا لو كتبت على المهم إنه في 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 سي انضقت سيتيوبيول أو مجاري خراطيم في الكلاء وفي الكلاء الشكل الكلوي اللي بنعرفه حفظينه مثل ما هو اللي هو الجولوميوراي ده وفيه كمان الكلكتينغ ضغط تيوبيول طيب اليورينياري كاست فورمد دايما لما نجي الكاست دي يعني أي شيء شوي صلب يعني لكن حيوي بايو يعني 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 مواد حيوية لكن هي خلايا أنسجة أي شيء يعني خلية أو نسيج أو تيشو كلها يبثيلي التيشو دي كلها بنشوفها بالمايكروسكوبيك بنشوفها تحت المجهر لنحدد إنه دي خلية حمراء لا هذي خلية بيضاء لا هذي نسيج متهتك مثلا يمكن يكون موجود جاء من سطح الكلة يمكن لا جاء من المجار البولية يمكن جاء من مجرى الكلة كلها يعني أنسجة حيوية سيلورر كاست أي سيلورر يعني لما تكون خلايا خلايا وغير خلايا الأي سيلورر يعني ما خلايا غير خلاوية يعني كاست شي يعني كاست شي أشياء غير خلاوية وأشياء تتعلق بالخلية ذات نفسها خلية يعني ما تكون خلية حمراء أو خلية بيضاء أو اللي هي الخلايا المكونة للأنسجة اسمها الخلايا الطلائية اللي بتطلي الأنسجة من الداخل أو إنها تكون غير خلاوية زي زي هايلين كاست واكسي مشمعة في مكونات دهنية فاتي كاست في مكونات ملونة في مكونات بتكون كريستالز كريستالز يعني بلورية دي كلها دي كلها والسيلورر والسيلورر قلنا إنه يم تكون خلايا دم بيضاء إما خلايا دم حمراء إما خلايا طلائية دي من داخل الخلية أنواع خلايا ودي من المكونات الموجودة في الخلايا أجل كوزيوريا أحنا عملنا طيب شكرا